أطلق الحرس الثوري الإيراني مجموعة من الصواريخ على قواعد الإرهابيين في منطقة دير الزور السورية وذلك ردا على الهجوم الذي نفذه التنظيم الإرهابي في إيران مطلع شهر الجاري ونديران ما تشن إيران أي ضربات ضد أهداف داخل سوريا بشكل مباشر أطلق الحرس الثوري الإيراني مساءل أحد 6 صواريخ باليستية من غرب إيران على قواعد للإرهابيين في منطقة دير الزور شرقية سوريا وهذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحرس الثوري الإيراني صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 وأصبحت إيران بذلك دولة ثالثة التي تطلق صواريخ على أراضي سورية عقب الولايات المتحدة وروسيا وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نشره على موقع الإلكتروني إن الوجوم جاء ردا على الاعتداءات التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية واستهدفت في السابعة من يونيو جاري مجلس الشورى الإيراني وضريح الإمام الخميني في طهران مما أسفر عن مقتل سبعة عشر شخصا وإصابة اثنين وخمسين آخرين أذا وتعد دير الزور من أهم معاقل التنظيم المتطرف في سوريا وقد نفذت القوات الجوية الروسية ضرابات جوية على هذه المنطقة مطلع شهر جاري في الوقت الراهن تدعم الولايات المتحدة بعض قوات معارضة المسلحة السورية والقوات الكردية المسلحة فيما تعرب إيران وروسيا عن دعمهما للحكومة السورية